كثيرة هي المبادرات المنادية بعملية التبرع بالأعضاء وما بين فائدة ذلك في إنقاذ حياة الكثير من المرضى ما زال هناك بعض الاستهجان في الأوساط العربية والتساؤلات تطرح حول الموقف الشرعي من ذلك لذلك سنستقبل معنا في الأستوديو اليوم الباحث والداعية الإسلامي الأستاذ عصان تاليمة الحديث حول هذا الموضوع بشكل مفصل أهلا وسهلا فيك ورحبا فيك طبعا أيضا نشير للمشاهدين أنه بعد قليل ستنضم لنا عبر السكايب شابة مغربية أوسط بالتبرع بكافة أعضاءها بعد وفاتها سيكون لنا حديث معها بعد قليل أهلا وسهلا فيك مرة ثانية ويسعد نهارك أستاذ عصام أستاذ عصام بداية في تبرع بالأعضاء من قسم لقسمة فيه خلال حياته للإنسان وبعد وفاته كمان بوصية هو بوصفية خبرنا عن رأي الشريعة وحول هذا الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه من الله وبعد وقضية التبرع بالأعضاء أو زراعة الأعضاء أو بيع الأعضاء يعني كل هذه قضايا أثيرت من منتصف أو الثلث الأخير من القرن الماضي وبدأ يطرح الفقهاء ويتناقش فيها وعوقدت في عدة جلسات في مجامع الفقه الإسلامي المختلفة بحضور الخبراء في هذا الفن لأن الفقه لا يستغني أبدا في مثل هذه القضايا عن العودة إلى المتخصص لأن القضية تعتمد على عدة أمور مدى الفوائد مدى الأضرار التبرع في حياة الميت أم لا العضو المتبرع به يتجدد ولا لا يتجدد فده كلها قضايا الفقه لا يحكم بها وحده إذا كان التبرع بعد الوفاة هل الوفاة الدماغية ولا الوفاة الكاملة موت الدماغ ولا موت وده موضع نقاش كبير جدا بين الفقهاء وبين الأطباء لا الأطباء متفقين ولا المشيخ متفقين لا بين الأطباء وبعضهم في تعريف الموت وموت الدماغ والموت السريري ولا الفقهاء نفس الحالة فده عمل حالة من الخلاف وده بيدي ملمح مهم قبل ما أخش في الموضوع قضية أن الناس معتقد الفتوى والفقه والتعرف فيه مجرد أقرأ كتب التراث وخلاص هذا كلام غير صحيح واللي يعمل كده غريبا سيضر الناس وسيؤذي الناس وده الليل في صلى الله عليه وسلم في نفسه هذه الحالة الصحابة اللي شجعت رأسه وسأل الصحابة يعني شجعت رأسي وأصابته الجنابة أتيمن قال له نجد لك عذرا صحتك زي الفل يعني جسدا ما شاء الله يطول بعرض يعني فاغتسل فمات فقال صلى الله عليه وسلم ما قتلوا قتلهم الله قضية أن التعرض والتجاثر في الفتوى في قضية أنت محتاد لرأ فيها واللي يعمل سرش بس في أي موسوعة فقه على كلمة الخبرة والاختصاص هيجد آلاف المواضع في العبادات والمعاملات في كل شيء وفي هذا الأمر يرجع لأهل الاختصاص والخبرة في المهور في العلاقات الزوجية في العبارات اللي بين الدول في الحدود في قضايا كتير جدا فقضية زراعة الأعضاء منذ الفترة يعني نقاشها العلماء بوجود الخبراء والمختصين على عدة مستويات في نقاش في الأعضاء من جسد الإنسان لجسده زي التقيع الجلد زي الدم ده الأشياء من جسد لجسد فيما يتجدد في الأشياء التي لا تتجدد لكن يعيش الإنسان بجزء منها زي الرئة زي الكلا الكبد بجزء منه فص منه كان ده ما بيطرحش الأول كان زي منه لكن الكبد لا يجوز لأنه ما فيش لسه الزراعة الكبد نفسها بجزء من الكبد النقاش في قضية إيه اللي يجوز شرعا هل هو عايش ولا بعد ما يموت بيع ولا تبرع طب إذا ما بعش ولكن بعد ما تبرع المتبرع له كافأه بمال حكمه إيه كل دي قضية ناشت بتفصيل ونقاش بين الفقهاء ولماذا وصلتم فيها؟ يعني وصل مش وصل وصلت سريعا وصل العلماء لا تلازم لنفسي يعني لا وطبع انتهوا إلى يعني الملاحظ في مدارس في الأجازو يعني معظم علماء الخليج والفقه وكل هذا يجيزون معظم علماء مصر يحرمون السبب؟ يعني السبب أنا إدراكي أنهما عدم استيعاب كثير من المشايخ للقضية فعلا يعني كنت أجد مثلا حتى أقابطوا لطباء في مصر لما من حوالي عشرين سنة حبوا يعني الموضوع فجابوا الشيخ القرداش حتى عارفينه بيميل لهذا الرأي واللي جابوا حمد السيد وكان حزب وطني طبع مبارك وكان معظم الإسلاميين اللي بزيروا النقابة لا ضد مع المشايخ الأزهرين فأقنعهم الشيخ أنه لا زراعة الأعضاء فيما لا يدور الإنسان لا مانع من ذلك شرع القضية طبعا خلافية لكن الرأي الراجح فيها واللي هو أصبح الغالب بقى الآن هو أن التبرع بالأعضاء أو زراعة الأعضاء فيما لا يترتب عليه ضرر للإنسان أمر جاز شرعا لا حرج فيه واستدالب ذلك اللي أجاز أن الإنسان أصل منفع طبعا اللي كان بيحرم خدها بنوع من العاطفة شوي علماء مصر غالبا في أني الجسد الإنسان أمان عندك فدي أمانة لازم تسلمها ربنا زي ما أدها لك فباش من حقك لا تتبرع ولا تتبيع ولا تعمل فده كلام يعني لكن لا يضير الإنسان بعد وفاته ما ده اللي ساشب بالشيخ القرداء في الإجازة في قضية قول سيدنا عمرو الخطاب شيء ينفع أخاك ولا يضرك أن الشيء اللي ينفع ولا يضركش فده متبرع فلا منع منه شرعا وجد يعني فيها نقاش طويل ومال إلى الإجازة لكن طبعا هم استثنوا أشياء معانا لا يجوز بحال من الأحوال الشيء اللي هو لا يتكرر زي القلب مثلا ده ما ينفعش إلا في حالة وفاة وفي حالات لا تجوز لا في الحياة ولا في الوفاة لا تبرع ولا بيع ولا أي شيء ولا بين الأب وابن ولا بين أي حد وهي يعني عفل أعضاء التناسلية اللي هي الخليقتي يحمل الصفات الوراثية عند الرجل وعند المرأة ده ما ينفعش لأنك أنت هنا بتدي عضو في هذه الحالة بينقل كل الصفات الوراثية في جسد آخر فمعناها أصبحت مش عضو إنسان نرى أصبحت جسد أن يقولوها أشبه باستنساخ لكن به مع فارق الحالة فده الحالة الاستثنائية التي الاتفاق على حرمتها سأتحدش عن تجربة واقعية معنات أزاز عصام تليمة معنا يسرى الميموني هي مدونة وناشطة اجتماعية وأوسط بالتبرع بأعضاء بعض وفاة عم تنضم لأن عبر السكاب نقل إليساعد نهارك أهلا وسهلا فيك يا يسرى أهلا وسهلا يا إسرى طبعا معاك الآن إسرى وعولة عبر الهواء مباشرة يسرى لكل العرب أليل أليل يا إسرى بداية خبرنا في عيد ميلادك هذا العام فاجأتي كثير من الناس وفاجأتي العائلة والأصدقاء بأنك قمت بتوقيع هذه الوصية في المحكمة ووصية التبرع بأعضائك بعد وفاتك يعني نتمنى بعد عمر طويل بالطاعات بإذن الله إن شاء الله فخبرنا يعني ما الدافع فعليا اللي دفعك لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة جدا صراحة الفضل يعود لصديقة غالية جدا قامت بهذه المبادرة من قبل وشجعتني وحفزتني كأقوم بنفس الخطوة وقد شاهدت برامج بخصوص هذه المبادرة وفي الواقع يعني مبادرة التبرع بالأعداء هي نافذة للحياة للعديد من المرضى ووسيلة نشجع بها النظامات على شرعنة هذه المبادرة ووسيلة أيضا نعزز بها هذه الثقافة في المجتمع العربي عموما ويبقى السؤال المطروح الذي أشرت إليه سابقا هو يعني هل يرى المجتمع المغربي والوطن العربي عموما على أن شرعنة هذه المبادرة هي وسيلة يعني لإنقاذ الأرواح ومد جسور التعاون والتضامن معنا البعض أم لا من هنا يعني نتطرق هذا السؤال تحديدا أنت راح تخبرين عنه يا يسرعن تحكينا أنه نشطبع إذا بتقبله ولا لا فخبرينه هيك عن ردود أفعال عائلتك عن هذا الموضوع كيف تقبلوا هذا الوضع بصراحة صراحة استغربوا يعني استغربوا من الوضع يعني لكون فتاة من العائلة يعني خصوصا أمي يعني ابنتها الوحيدة يعني قررت تتبرع بأعضائها ويعني قرار نزل من السماء يعني كيف تعاملتي مع مشاعر والدتك يعني في هاي اللحظة لأنه بالتأكيد عادة يعني يرفض الأمر عند الأهل لأنه المشاعر يعني في نهاية الأمر عاطفة عاطفة الإنسان تغلب فكيف تعاملتي مع مشاعر والدتك في الواقع تقبلت الفكرة يعني بسهولة لأن الإنسان يموت وبعد وفاته يمكن من خلال هذه المبادرة أن يعطي حياة جديدة لإنسان غيره وهي مبادرة نبيلة جدا وصدقة جارية وأعظم مبادرة يمكن أن يقدمها المرء هدية لنفسه وهدية للبشرية ولصديقه الآخر نعم أما عن طيب مئة ألف المتابع اللي عندك وردات فعلا خبرين عنها وإذا كان فيه هيك الأشخاص اللي ناقذوك وكانت ردات فعلا يعني غير إيجابية خلينا نقول كيف تعاملتي معها بخصوص الانتقادات كانت بخصوص يعني الحلال أم الحرام يعني توجهت مباشرة يعني تطرقت لبعض الكتب لقراءة ومعرفة هل القضية هي حلال أم حرام يعني بعض الأشخاص يقولون وينتقدون من خلال بعض التعريق أن قضية هذه المبادرة هي حرام بأن الجسم هو ملك لله ولا يحق لك أن تصنع به ما شئتي المهم أنا لا أدخل في التفريعات الفقهية لأنها لا تخصني ولست متخصصة بالمجال ولكن لمجرد قولنا لمجرد قوله تعالى ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا ومن يستطاع أن ينفع أخاه في اليفاد هي يعني صدقة جارية ومدام أنه يعني ليس هناك نص طريح يمنع من هذه المبادرة يعني يجوز يعني هو واجب علينا أن نتبرع نعم هل بتفكري تحويل هذا الأمر من بادرة شخصية إلى بادرة مجتمعية هل تقومي مثلاً بالتعاون مع أصدقاء معينين أنت الآن صار في يعني عنوانك على الإنستجرام يتجه نحو هذه البادرة مسألة التبرع بالأعضاء فهل حولتها لعمل منظم أكيد لأنه يعني عدم إقبال المغاربة والمجتمع العربي عموماً بهذه الخطوة هو راجع لعوامل عدة منها يعني صدأ الإعلامي الذي لا يتطرق لهذه المواضيع يعني هذه من جهة وضعف النقاش العمومي في الساحة العمومية هذا ما يجعل يعني الأسئلة مترصبة بذهن المجتمع العربي عموماً ويعني بخصوص هذه الأنسجة والمبادرة عموماً يتدذل الأسئلة عالقة ومترصبة نعم لهذا يعني أحاول يعني أن يكون شيئا مثلاً منظمة أو جمعية تتطرق إلى حملات بعوية ووركشوف مثلاً مهم بهذه الخطوة نعم نتمنى أن تصل إلى ما تبغينا أكيد كمان يسر الميمون تشكر وجودك معنا لهذا اليوم ودونه ناشطة اجتماعية وأوصف التبرع بأعضاء بعد وفاته وبالطبع المشاهدين نرجع لأستاذ عصام تليمي فشو ممكن تعقب أستاذ عصام على الحكي اللي حكته يسر؟ أولاً طبعاً جزاها الله خيراً على هذه البادرة البادرة ليس فيها شيء يخالف الشرع إلا فيما ذكرت الضابط أنا شخصياً عيشت هذه التجربة شخصياً في 22 سبتمبر سنة 2011 تعرض ببنتي رحمه الله الحادث وفي العنان المركزة فالطبيب كان جريئاً لدرجة أني كنت أتمنى كل أطباء يكون في ذلك القرأة كثير من الأطباء يخدرك لا إن شاء الله يعني التعام كله إن شاء الله فكان حالة البنتي يعني كل الأعصاب والدنيا منتهية لأن صارك أتعدق على رأسها فكان وعدت طبعاً غيبوبة خمس سنوات بلا أي حراك فأنا في أزيل اللحظة يعني قلت طيب يعني قال لي يعني تنفي أمل يعني يعني عايزيني أني خلص في طريقها إلى الوفاء يعني فأنت طيب لو كده أقول لي أني في إجراء أعيز أعمله هو خاف تكر إجراء غالبة الأباء في الحاجات دي يبلغ يشتكي يعمل يهيج الدنيا فأنت أقول لا أنا بس لو إذا كانت يعني بنتي في طريقها إلى الوفاء فأنا أحب أشم أنفاس بنتي في الحياة ولو في أي جسد آخر فما يصلح لأي طفل ينقل إليها تبرعاً فتأثر يعني وقال لي لا إن شاء الله لا يعني يكون في خير ولم يفعل ذلك وبعد أنه عدت خمس سنوات في غيبوبة ثم توفيت رحمه الله يعني واتخذت هذا الإجراء لا خلصت لأنه أصبح هي لما جدت تموء لما ماتت بعد كده كان كثير من الأعضاء فأخذوها من البيت ميتة فلم يستطع أي أحد كان أوقتها أو في أي وقت آخر يعني لكن ده الهاجس وده سببه أستاذ لي الله يرحمه توفي من سنتين دكتور عبد الحي الفرماوي ده أستاذ تفسير بات عن 90 سنة كان أيضاً من وصياته من 92-93 أنه إذا مات لا يذهب به إلى القبر قبل أن يمر بها جسدي على كليات الطب للتشريح اللي يتعلم الأطباء فيه أو التبرق بما يصلح فيه فالإنسان المسلم طبيعته يعيش محبة للحياة محبة للناس للكون لأنسب الكون كله فيعني أحيل كل من يذهب لذلك لهذه التجربة هذا عمل طبعاً أره عملاً نافعاً ولذلك بدأت به جزاء الله خيراً أن هذا عمل يعني البعض طبعاً ندور أن يفكر فيه من باب أني طب أنا ما نعايش لا ما نتعايش لكن فيما بعد نعم سيشعر بذلك من يتعرض لحالة احتياج الدم بس مجرد التبرع بالدم بتحس أنك في ساعات في مستشفيات زوجتك بتولد ابنك مريض عملية بلك لازم يكون سبق لك التبرع أو كذا وإلا بالشراء أو بكذا أو ساعات في مستشفيات لا أو أنت تتبرع ساعاتها بتحس قيمة ما قدمت من قبل ساعاتها بتحس قيمة أني لا ما فكرش في إطار نفسي ودي قضايا كتير جدا لكن جزء كبير منها بكل اعتراف يقع على عاتق المشايخ لأن العائق اللي بيمنع تشدد البعض في الرأي فبخلي عن المجتمع بخاف يعني أستاذ عصان تليمة احنا بنشكرك جزيل الشكر لتواجدك معنا لإنصافك في طرح هذه المشكلة والعرض أيضا موضوعك الشخصي شكرا جزيل الشكر أستاذ الدعية والبحث الإسلامي عصان تليمة اشتركوا في القناة